النتائج ولا لسه؟ في قياس رأيي وبيشتغل عليها لأنه احنا خلصنا ساحل سليم احنا فنن ما بعد ما بنخلص الفعل السقاطي ساحل سليم بنان عليين؟ لين كتأولويته؟ ده برنامج وضاعته الوزارة بالتنصيق مع بقية الوزارات أنه البداية كانت هتبقى في محافظة أسويت في مركز ساحل سليم وبدأنا نشتغل عشان نشوف رد الفعل وعملنا قياس الرأي وبعدين تحركنا لمركز الوقف بقناة واشتغلنا بالمعطيات الجديدة بالإيجابيات اللي شفناها اللي هي ايه؟ أنه فكرة أنه أنت تقدر تشتغل في دور العمدة احنا نزلنا للناس يا أستاذ برايب يعني احنا يمكن زمان كنا بنشتغل من خلال عروض مسرحية مركز تنمية مواهب وهذا ما تؤكد عليه دائما مع الوزيرة يعملوا عشجال بصف هنم حرف احنا بنشتغل على الحرف مع المرأة بنعمل مشروع اسمه حرفة في كل بيت منبثق من مشروع صناعية مصر والمشروع المهم بالنسبة لتعليم الحرفة عاملين مركز تنمية المواهب في كل المجالات يعني احنا ما بننزل مكان بنبتدي نشوف أبناء القرية أو أبناء المكان مين منهم عايز يمثل مين منهم عايز يغني مين منهم حابب أنه يرسم يبقى عايز يرسم مين منهم عايز يشتغل في القرآن مين منهم عايز تعلم حرفة تساعده وده اللي احنا بدأنا نشتغل عليه احنا عندنا الموظفين ومهالين مستقبل هذه المواهب وإدارتها وانا يمكن بعت بعض الصور والفيديوهات معينة متوزر اللي ليها علاقة بمشروع حياة كريمة وكمان عندنا مشروع أهل مصر يمكن مشروع أهل مصر من المشروعات اللي مرتبط بالطفل والشباب والمرأة يعني الطفل إلى سن 15 سنة وده مشروع ليها علاقة بتعزيز القيم الإيجابية ودمج ابناء المحافظات الحدودية وده مشروع من الأهمية بمكان لرفع روح الولاء والانتماء وكافحة كل الأفكار المتطرفة أنه أنا أجيب كل أبنائنا من كل المحافظات ويجتمعوا في أحد المحافظات يعرفوا مصر يعرفوا مشاريعنا القومية يعرفوا كانوا معسكر ثقافية زي بالذات معسكر ثقافية والحقيقة فاندم نتائجه ومبهرة لأنه الولاد بعد ما بيخلصوا ما بيروحوش كده فرادة وإحنا بنجمعهم عشان يعودوا مرة أخرى لأسور الثقافة في الأماكن فيبدأوا يشتغلوا في أسور ثقافته وهكذا بعد شوية هيبقى هو الشاب بعد شوية هيبقى هو المحرك الثقافي والمرأة بالنسبة للمرأة أنت عارف أنه في حرف تراثية هذه الحرف كادت أن تندسر لكن نشوع الوزارة في حفظ وصول التراث المادي ولا مادي إحنا بدأنا نشتغل على ده يعني كل محافظة بتتميز بقيمة ما بحرفة ما زي التلف أسيوت وزي النسيج الإخميمي وزي الفخار وزي الخزف مثلا في قرية تونس يعني إحنا عندنا أكتر من نشاط بنعمله على مستوى الحرف مع المرأة وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى تنمية المواهب وده المشروع المهم اللي اشتغلت فيه لوزارة من خلال هي العمل أسور الثقافة لأن الحقيقة مشروع إبدأ حلمك للمصرح اللي انطلق في القاهرة وعممته معالي الوزيرة على محافظات مصر هو بدأ من القاهرة وكان مشروع تألم إيه إبدأ حلمك له وإيه إيه إبدأ حلمك ده مشروع لتنمية الممثل الشامل وده اتعمل بعد ما طلع من القاهرة معالي الوزيرة أنا عايز أشوفه المحافظات وعشان نبتل نشتغل في محافظات نشتغل من خلال اللي هي عمل أسور الثقافة هذا مشروع لتنمية الممثل الشامل يعني الممثل بيتمرن على الغنى والرأس والتمثيل إنه إنت تشوفه في أسيوت بالشكل اللي طلع به المنتج الفني ده إن إحنا نسيب كوادرنا بعد شوية الأولاد اللي تعلموا من خلال مدربين وطول الوقت يا سيد الشام كان فيه الفرقة الشرقية الفلوش الشعبية كل ده موليس موليس طوارت يا فندم الطوارت بتمثل مصر في كل مهرجانات وتابع الهيئة تابع الهيئة فندم عندنا فرق رقص وموسيقى الشعبية تابع الهيئة بصة فندم عندنا كل فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة اللي بتؤكد على التنوع الثقافي الثري لمصر